الاخيرة المتلاحقة الغير مسبوقة اللي بتحصل في المنطقة الحروب سواء غزة لبنان وتدعيات المنطقة كلها تراجع دخل قناة السويس وكل دي كان لها تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية وبالتالي من النهاردة طبعا احنا النهاردة بننظر مع السندوق الى ان احنا ازاي نستهدف مراجع التوقيتات والمستهدفات بتاعتنا ويمكن حضركم اكيد متابعين المجموعة الاقتصادية كلها موجودة حاليا في واشنطن بتحضر الاجتماعات السنوية للسندوق والبنك الدولي ومعاهم المحافظة البنك المركزي وبعديها يليها على طول هتيجي بعثة السندوق وتعمل المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر وهي بتبقى قليات المراجعة هو ده هدفها ان احنا مع الوقت بنشوف ايه المستجدات ونراجع مع المجموعة بتاعت السندوق اللي احنا النهاردة شايفينه بما يتوافق مع المصلحة المصرية وهدف النمو الاقتصادي وتقليل الاثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الموضوع فده انا انا حابب ااكد عليه ان التوجيهات احنا شغالين عليها وان شاء الله حتكون لدينا الفرصة مع المراجعة ان احنا نتحرك بالتفصيل مع بعثة السندوق في هذا الشام ولكن اللي لفت نظري ايضا وحابب هنا اثيره ان يعني في اطار برضو الاشعاعات والكلام اللي ابتدى يثار ان ابتدى يحصل تداور لتصريح قديم لمديرة سندوق النقد الدولي كما لو كان ان هو طالع في الايام دي اللي هو ان مصر لازم تحرك تاني سعر الصرف وان لازم يحصل تعويم اخر وكلام ده كله وفجأة للأسف مواقع بتشيره كما لو كان ان هو لسه طالع في هذه الايام بينما لما حضراتكم ترجعوا للاصل هي كانت هذا التصريح كان في يناير الماضي قبل ما نقوم بكل الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية وبالعكس السندوق النهاردة في كل بياناته الحديثة بيكأكد على اشادة كبيرة جدا بالسياسة النقدية المصرية وان مصر ماشية بصورة جيدة جدا في هذا الموضوع الشيء الاخر ان ابتدت بقى الشائعات تتردد اصل ده احتمال يحصل تعويم جديد واصل احتمال اول السنة نشوف حاجة تانية وهنا يمكن انا موجود هنا معانا يعني العديد من رجال الصناعة ورجال الاعمال والكلام ده كله وخلييني هنا اكد على شيء مهم جدا الحمد لله حركة النقد الاجنبي واحتياجات الدولة المصرية ماشية بانتظام شديد النهاردة مفيش يعني مستلزمات انتاج ولا مواد خام ولا احتياجات اساسية للدولة متأخرة ومفيش اي طلبات متأخرة في البنوك انا بس بأكد لحضراتكم هذا الموضوع فبالتالي الحمد لله الامور مستقرة وماشية واحنا كلنا بنتابع بصورة يومية المجموعة الاقتصادية ومع المحافظ البنك المركزي ومع حركة السوق وبنشوف النهاردة ان الامور الحمد لله منتظمة ولا يوجد اي شيء اتكلموا قصة مصر عليها التزامات لسداد فوائد واقصات وحاجات كبيرة الحمد لله مصر حتى في عز الازمة الاقتصادية عمرنا ما تأخرنا عن سداد قصة واحد فانا بأكد لحضراتكم احنا الامور ماشية بطريقة منتظمة تماما الدولة المصرية عارفة كويس قوي الالتزامات اللي علينا وعارفين كويس قوي حنسددها ازاي وعندنا الرؤية والارقام وعندنا كل شيء وعارفين احنا بنتحرك ازاي في هذا الشق في نفس الوقت عيننا على السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة اللي بتحتاج الطلبات الاساسية للدولة والحمد لله الامور مفيش اي شيء يدعو ان احنا يعني الاشعاة دي اللي بتطلع وان احنا نبدأ يحصل لها اي تداول فانا حبيت ان انا اوضح هذا الكلام بمنتهى الوضوح لحضراتكم علشان نبقى كلنا عارفين هذا الموضوع الجزء الاخر وده شيء مهم جدا في اطار جذب الاستثمارات مفيش اسبوع بيعدي غير لما بنبص للاليات المختلفة لازاي ان احنا نجذب مزيد ومزيد من الاستثمارات والنهار ده يمكن هذا الاسبوع عملنا اجتماع مهم جدا لمناقشة قانون يعني يبقى انشاء المناطق المال والاعمال في مصر وهذا القانون ان شاء الله يعني الحكومة بتنتهي من لمسات الاخيرة ليه وده بيبقى على غرار كل هذه النوعية من المناطق اللي بتنشأ في الدول المتقدمة او حتى الدول الناشئة اللي بتستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ليها وهدف فكرة القانون ده ازاي ان انا ازاي اخلق في مناطق محددة جغرافيا اليات بره نقول اريات مارينة وبره السندوق وتبقى ليه يعني التوجهات العالمية بحيث استقدب فيها في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى انها تيجي وتفتح مقرات ليها وتزاول انشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق فبالتالي هذا القانون احنا بنحرص ان شاء الله ان احنا ننهيه هب لنهاية الفين اربعة وعشرين ونتقدم ليه للبرلمان لان ده حيبقى جزء من مساهمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر بصورة كبيرة جدا لمصر في خلال الفترة القادمة احنا الحقيقة شغالين مع كل المؤسسات الدولية ومع جمعيات رجال الاعمال ومع شراكتنا سواء زي ما حضراتكم تابعتوا الاتحاد الاوروبي قبل كده لما عملنا مؤتمر الاستثمار ايضا هناك تصور النهاردة لعمل مؤتمر مشابه مع بريطانيا ومع دول اخرى في خلال الفترة القادمة علشان كلها جذب وتشجيع الدول والمشاركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر ملف اخر مهم جدا وحضراتكم كنتم بتتكلموا عليه هو ملف الدول وساعتها يمكن النهار برضو هذا الاسبوع عقدنا اجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورؤساء هيئات الشراء الموحد وهيئة الدول واعتقد الحمد لله حضراتكم متابعين على الشارع ان احنا نقدر نقول ان احنا تجاوزنا الازمة والحمد لله ما بقاش فيه النهاردة شكاوى وعشان ما بقاش مبالغ واقول ان انا حلناها بنسبة 100% اقدر اقول بنسبة 95% بقى الوضع اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان احنا رجعنا الى ما قبل الازمة الخاصة بالدواء بقى وارد انه ممكن يحصل نقص في دواء معين او دويين وده كان بيحصل قبل الازمة وتبقى على طول بنتعامل كدولة في هذا الموضوع ولكن الازمة اللي كانت موجودة الحمد لله نقدر نقول ان احنا تجاوزناها بنسبة 95% بهذا الموضوع والدولة مستمرة في ضخ كل الالتزامات المالية لكل الشركات الخاصة بالقطاع الخاص المنتجة للأدوية عشان تكون الاحتياطيات بتاعتها المطلوبة وعجلة الانتاج ما يحصل لهاش اي اضطراب اخر في هذا الموضوع بعد اجتماعي اخر مهم جدا واركو ان حضراتكم تكونوا تابعتوه وهو اعلان وزارة الاسكان والمرافق عن طرح مرحلة جديدة من سكن كل المصريين بعدد يقترب من 80 الف واحدة سكنية جديدة وهذا البرنامج المهم جدا اللي يعني الواحد بيشرف وبيفخر ان هذا البرنامج ضمن الجمهورية الجديدة اللي نجحنا فيه ان احنا نصل الى مليون وحدة سكنية وده بخلاف 300 الف تانيين للمناطق الغير امنة انا بتكلم هنا على اسكان اجتماعي بيلبي فئات الشباب ومحدود الدخل والمتوسط الدخل النهاردة ده مرحلة جديدة من هذا البرنامج المهم 80 الف واحدة جزء منها بالفعل خلص تقريبا والجزء التاني تحت الانشاء فبالتالي احنا بنعلن على وحدات بقت موجودة وان شاء الله يعني بمجرد ما بننهي الاجراءات يقدر المواطنين يبدأوا يستلموها في خلال الفترة القادمة باذن الله هختتم يمكن قبل مادي الفرصة لزميلي بقى وزير البترول علشان يعني اتكلم مع حضراتكم بصورة تفصيلية ويعرض موقف قطاع البترول الحقيقة كانت زيارة المينيا واعتقد حضراتكم كنتوا معانا وتابعتوها مفيش مكان في مصر النهاردة الا والدولة المصرية يد التطوير والتحسين بتمتد اليه النهاردة مشروع زي مشروع حياة كريمة الحمد لله يعني انبقى موجود في كل القرى والمحافظات سواء النائية او البعيدة اللي كان لم يمتد لها يد التطوير مشروعات الصحة بتحت المرحلة اولى النهاردة كانت بجانب زيارتي للمينيا كان في زيارة لمنطقة كرداسة وحضراتكم عارفين قد ايه هذه المنطقة كان الكسفات الفصول فيها بتصل الى اكتر من مائة وعشرين طالب في الفصل وكان فيها يعني مشاكل وتحديات كبيرة جدا برضو النهاردة مع المنظومة الجديدة اللي موجودة متوسط الكسفات لا يتجاوز الخمسين كلها في الاربعينات وده كله نقلة كبيرة جدا مستمرين في عملية تطوير المنظومة التعليمية في خلال الفترة القادمة شيء اخر يمكن يعني برضو حابب ان انا اقوله لحضراتكم كان فيه اجتماع مع سيد وزير التعليم العالي وكنا بنراجع ارقام طفرة العظيمة اللي اتعملت في موضوع الجامعات النهاردة احنا بقى عندنا مية واثناشر جامعة مية واثناشر جامعة بتعمل في مصر تمانية وعشرين منهم فقط حكومية والباقي كلها جامعات خاصة وجامعات دولية وجامعات اهلية ومعاهد وحاجات كلها عليا شيء اللي يفرح ان هذه المنشآت النهاردة استقبلت هذا العام مليون طالب في الجامعات المصرية مليون طالب قبل كده كان جزء كبير يعني مش هقول جزء كبير كان فيه جزء من دول لما ما بيجيتش مكان في مصر كان بيلجأ للسفر لبعض الدول الاخرى النهاردة الحمد لله مع هذه المنشآت بقى عندنا بقدرة ان احنا نستوعب مليون طالب الشيء المهم قطاع زي قطاع الطب والاطباء حابب ان اقول لحضراتكم رقم مهم جدا من خمس سنوات كان عدد اللي يعني بيقبلوا في كليات الطب في مصر نتيجة لان كنا اعتمدنا فقط على الكليات الحكومية وبعض الكليات الخاصة اللي كانت بتشتغل في هذا المجال كان عدد الدفعات اللي بتتخرج كل سنة لا يتجاوز التسعة تلاف طالب النهاردة السنة دي اللي دخلوا كليات الطب على مستوى جامعات الحكومية وجامعات الخاصة تسعة وعشرين الف طالب في سنة واحدة يعني معنى كده ان بعد ما ينتهوا من الدراسة حيب عندنا تسعة وعشرين الف دكتور بيتخرجوا في سنة واحدة شيء مهم جدا لان احتياجات هذا القطاع سواء حتى في الخارج لما بيسافروا بيشتغلوا برا ده جزء مهم جدا من قوة قصر النعمة لكن الاهم انه بقى بيلبي ان شاء الله العدد ده بيلبي الاحتياجات من نقص الأطباء اللي احنا كنا بنعاني منها الاهم وده شيء مشعيد انه النهاردة نشوف انه اكتر من ستين في المية من العدد ده بقى بيدخل فيه الكليات العلمية والكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكليات التطبيقية والتكنولوجية ده شيء مهم جدا لان يمكن كانت التركيبة قبل كده انه اكتر من سبعين في المية كان بيروحوا للكليات النظرية فالنهاردة بقى العدد الاكبر رايح للاحتياجات اللي سوء العمل سواء في مصر او في الخارج بيتطلبها وده تغيير نوعي مهم جدا في منظومة التعليم وفي منظومة التقدريب وتأهيل الكوادر البشرية لشبابنا ان شاء الله في خلال الفترة القادمة مش هتول على حضراتكم